أزاكم الله خيراً هذه الأخت السائلة لها سؤال عن الجامعة تقول فضيلة الشيخ بأنها طالبة في الجامعة وأنا في خوف دائم من التدريس بأنني أرى بأنه أمانة كبيرة ورسولية عظيمة فهل في رأيكم إذا طلبت التدريس وعينت مدرسة أن أدرس أم أرفض ذلك لأنني أخاف معجورين ألا يكون الاستعانة بالله والتوكل على الله والتدريس مع نية الصالحة عمل صالح تدريس دروس الدينية مع نية الصالحة عمل صالح لأنه من نشر العلم ومن التدريب على الخير فهو عمل صالح وقدمة صالح وأما الخوف هذا إنما هو من الشيطان وهو وجوب عليها أن تستعين بالله وأن تستعين من الشيطان الرجيم وأن أحرص على تعليم العلم النافع لكن لا بد من انضباطها بالآداب الشرعية للنساء بأن تخرج وهي متسكرة وغير متطيبة وأن لا تركب مع سائق غير محرم لها إذا التزمت للآداب الشرعية وقامت بتدريس العلوم النافعة فإنها تؤجر على ذلك وهذا عمل صالح وأما الخوف فهذا لا محل له لأن هذا من الجبن ومن التخذيل عن الخير نعم